السلام عليكم بعد ما اخدنا في الفيديو اللي فات مقدمة سريعة عن أنظمة وتطبيقات الطاقة الشمسية بالذات السامر الابليكيشن وقبل ما نبتدي ان احنا نناقش أنظمة البي في خلونا ناخد نظرة سريعة عن اهم مميزات وعيوب أنظمة البي في اول ميزة لأنظمة البي في ان هي free energy او طاقة مجانية يعني مع استخدامها مش هتحتاج تدفع فواتي الكهرباء عالية وخصوصا مع الزيادات اللي بتحصل في اسعار الكهرباء من وقت الثاني زي الزيادات اللي حصلت في الفترة اللي فاتة يعني بمجرد ما تركب السيستم هتلاقي ان الفطورة بتاعتك بدأت تقل طب هتقل بنسبة قد ايه ده بيعتمد على حجم السيستم اللي انت مركبه كل ما تركب سيستم اكبر هتلاقي ان الفطورة بتاعتك بدأت تقل برضه بنسبة اكبر لحد ممكن لو راكبت سيستم كبير كفاية تلاقي نفسك مش بتدفع فطورة الكهرباء وبالتالي البي في سيستم بيكون حل كويس عشان تتغلب على مشكلة الفواتر العالية تاني ميزة انك تقدر تستخدم البي في سيستم كاستثمار يعني زي ما قلنا في السلايد اللي فات انك لو راكبت السيستم بتاعتك كبير كفاية ان هو ممكن يخلي فطورة الكهرباء بتاعتك بصفر فنزود على ده ان احنا لو قبرنا السيستم بتاعنا زيادة بحيث ان الانتاجية من انظمة البي في اكبر من استهلاك انا من الكهرباء هتقدر تصدر الكهرباء الزيادة دي للشبكة وساعتها شركة الكهرباء تدفع لك مقابل الكهرباء اللي انت بتصدرها للشبكة دي بالتالي نقدر نعتبر ان انظمة البي في كنوع من انواع الاستثمار على المستوى البعيد الميزة اللي معنا بعد كده ان هي الطاقة نظيفة يعني زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان من اهم عيوب الوقود الحفري التلوث اللي بيعملوه والاثر اللي احنا بنعاني منها حاليا بالتالي مع استخدام انظمة البي في انا مش بستفيد منها انا بس كاستثمار او تقليل فو تقربها لا ده انا بفيد المجتمع كله بفيد الاجيال اللي جاية ان هي تقدر تيجي تلاقي بيئة صحية تعيش فيها الميزة اللي معنا بعد كده ان هي طاقة متجددة طاقة لا نهائية على عكس الوقود الحفري ان هو هنوصل لمحالة ان هو خلاص انتهى مش موجود هنلاقي ان الشمس موجودة باستمرار مش هتسحى مرة من نوم تلاقيها خلصت فبالتالي ده مصدر متجدد وتقدر تعتمد عليه كمصدر للطاقة على طول الميزة اللي بعد كده ان هو مش بحتاج تكاليف تشغيل على عكس مثلا الجنريتور اللي بتحتاج تشتري له ديزل على طول بيحتاج حد يشغله هنلاقي ان انظمة البي في مش محتاجة الكلام ده كل اللي انت محتاجه حد يعمل صيانة للسيستم من وقت للتاني والصيانة برضو بتكون بسيطة زي تنظيف الخلايا بس ولو عندك بطاريات برضو بتحتاج تعمل لها صيانة من وقت للتاني لكن مش محتاج تكاليف تشغيل الميزة اللي بعد كده ان هي بتساعد في نمو الاقتصاد القومي يعني مع زيادة عدد مشاريع الطاقة الشمسية هتزيد معاه فرص العمل المتاحة في السوق واللي هتساعد في نمو الاقتصاد بتاع البلد اللي انت فيه يعني على سبيل المثال محضة بنبان في اسوان في مصر والوظيف كتير اللي وفرتها واللي اتأثر بها اهل اسوان بشكل كبير بعد ما خلصنا المميزات ندخل بعد كده في العيوب بتاعت انظمة الطاقة الشمسية يعني البي في سيستم زيه زي اي حاجة في الدنيا لها مميزات وعيوب اول عيب معانا ان هي مش مستمرة على مدار اليوم يعني زي ما احنا عارفين ان انظمة البي في بتاعتمد على تحويل الاشعاع الشمسي للكهربا تب الاشعاع الشمسي دي او الشمس مبتقاش متاحة بالليل فبالتالي انا مش هيكون عندي مصدر للكهربا بالليل وكمان لو الدنيا مغيامة وبعض ده هيأثر في الانتاجية عندي والمشكلة دي بنحلها ان يبقى فيها عندنا باكب سورس اقدر اعتمد عليه الباكب ده ممكن يكون بطاريات ممكن يكون ديزل جنريتور يشتغل بس دو البي في سيستم مش قادر يطلع الباول اللي انا محتاجها ممكن الباكب يكون شبكة الكهربا نفسها العيب اللي بعد كده اللي هي التكلفة المبدئية للتركيب يعني عشان تبكي بالسيستم هتلاقي نفسك في بداية المشروع بتدفع مبلغ كبير والمشكلة دي بتتحل عن طريق بعض برمج التمويل من البنوك وكمان بعض الحكومات بتشجع انك تركب انظمة بي في عن طريق تسهيل بعض الكرود اللي محتاجها في بداية المشروع وكمان في الفترة اللي فادت بسبب التطور الكبير اللي حاصل في انظمة البي في وزيادة عدد المشاريع هنلاقي ان الاسعار برضو بدأت تقل فده هيساعدك في انك تحل مشكلة لتكلفة المبدئية للمشروع العيب اللي بعد كده المساحة الكبيرة اللي بحتاجها السيستم على عكس الانواع التانية يعني على سبيل المثال لو انا عايز اركب سيستم اتنين كيلو هلاقي المساحة اللي بحتاجها او بتحتاجها الالواح اكبر بكتير من المساحة اللي هحتاجها لو هستخدم جنوريتر صغير يديني نفس الاتنين كيلو فاحيانا المساحة بتكون مشكلة وعاقب بالنسبة لها كده نتكلمنا على اهم المميزات والعيوب للسيستم وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ نناعش انواع انظمة البي في الموجودة عندي وايه مكونات كل نوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته